السلام عليكم ازيكم يا احلام تابعين يارب تكونوا بخير معنا النهاردة قضية الام اللي قتلت ابنها اللي عنده خمس سنين وطبخته لو لقتوني بتلغبطها شوية في بداية القضية معلش لانها حاجة خارج عن شعور اي ام القضية بتقول صدمة كبيرة لكل اوساط المجتمع تسببت فيها الام المتهمة بقتل طفلها الراضيع البالغ من العمر خمسة اعوام وتقطيع اجزاء من جسده واكلها له بعض طهو اجزاء من جسده عايزين نعرف كيف كانت حالتها حين اكلته بس قبل ما هنبدأ بالتفاصيل اذا عجبك المحتوى ما تنسوش الاشتراك والمتابعة ليصلكم منا كل جديد وحصري على اخبار حصرية الان وعذروني لو كان فيه لغبطة شوية وانا بقولكوا الاحداث بقولك الامر تسبب في صدمة كبيرة للرأي العام بعد ان تزعت من قلب هذه الام كل معاني الرحمة والانسانية بعد اقدامها على هذا الفعل الشنيع وخلال جلسات محاكمتها اختلف الرأي العام واعضاء هيئة المحكمة حول سلامة قواها العقلية ومسئولياتها عن افعالها خاصة وقت ارتكاب الجريمة وما استدعى من المحكمة تكليف لجنة خماسية لفحص حالة الام المتهمة لبيان سلامة قواها العقلية ومسئولياتها عن افعالها ووردت تفاصيل مسيرة في التقرير لللجنة الخماسية المكلفة بفحص حالة الام المتهمة بقتل نجلها وتقطيع اجزاء من جسد وطهو وتناولها له حيث تبين انها تعاني من اضطراب ذهني وقت ارتكابها الجريمة وفيما جاء قرار اللجنة كما يلي من خلال مناظرة المتهمة في مناسبتين مختلفتين ومراجعة ما اجرى لها من فحوصات والاطلاع على ملف القضية الكامل وما تضمنه ومناظرة بعض الشهود ومنقشتهم في اكوالها ارتقت اللجنة ان المسكورة كانت تعاني وقت ارتكاب الجريمة من اعراض اضطراب ذهني افقدها الاستبصار والحكم الصائب على الامور مع وجود قسور في القدرات العقلية وانها ارتكبت جريمتها تحت تأثير حالة مرضية وهي فاقدة للإدراك والإرادة وعليه فهي تعتبر غير مسؤورة عن فعلها الاجرام المسكور ولكن اليكم تفاصيل الواقع في السابق فقد ترقت الاجهزة الامنية بالشرقية اختار يفيد ورود بلاغ بقيام ام بالتخلص من نجلها وتقطيع اجزاء من جسده وطهو بعض منه وتناولها وعلى ذلك امر النائب العام بحالة المتهمة بفاقوس الى المحكمة الجنايات بعد ثبوت خلوها من اي اضطراب نفسي او عقلي واكتماع الادلة على ارتكابها الواقعة واكد بيان النائب العام انه قدمت المتهمة هناء محمد حسن الى الجنايات لمعاقبتها عما اسند اليها من ارتكابها جناية انهاء حياة طفلها البالغ من العمر خمس سنوات عمدا مع سبك الاسرار بعد انتهاء التحقيقات الى انها خايفة ان طالقها ياخدها ياخد الطفل منها ورغبتها دايما في الاستقصار بيه انا حابة ان انتو تعذروني لما النهاردة حبيت اقول لكم ايه اللي حصل في القضية بس الام دي انتزع من قلبها الرحمة انها تعمل كده في طفلها حتى لو كان في بينها وبين مشاكل يعني بينها وبين طالقها مشاكل كتير مش عارفين كان احساسها ايه وهي بتعمل كده بس عايزين نقول ان لله وان اله راجعون اذا عجبك المحتوى ما تنسوش الاشتراك والمتابعة ليصلكم منا كل جديد وحصري على اخبار حصرية الان